السلام عليكم مرحبا بكم معي من جديد اخواتي كانت منى يلقاكم هذا الفيديو بخير او الاخير وفي احسن الظروف اليوم ان شاء الله سنشارك معكم ميني كيك لكي يجيو غزالين بزاف وكي يجيو خفاف مداقهم رائع متميز مكونات بسيطة وطريقة مبسطة فإذا كنتوا اخواتي اول مرة تزور القناة لا تنسوا الاشتراك فيها والضغط على الجرس لكي يصلكم ان شاء الله كل جديد نزل المكونات وطريقة التحضير فخليكم معي باذن الله اذا كنحتاج كمكونات لهذه الوصفة عندي الدقيق الحلويات 250 جرام مع كيس المناسم بظاهرة البرتقال وعندي كيس الخاميرات 8 جرام عندي كاس الحليب كاس إلا ربط الزيت وكاس سكر حبيبات جوج البيضات ياهورت او ضانون بنكهة الفانيلا وقبيصة الملح جميع الحلويات اذا بسم الله في واحد البول سنضع جوج بيضات نضيف السكر حبيبات نضيف الزيت كاس إلى ربط الزيت نضيف 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 حليب مع بعض حتى ينسجموا ثم الآن نضيف الدقيق مع كيس الخاميرات الحلوات 8 جرام نضيف بالنسبة للدقيق يكون مغرب من قبل استعملت الدقيق الخاص بالحلويات نضيفها كتدريجيا وأنا نضيف بالنسبة للكيمية الدقيق التي تحتاجت في هذا الخليط 250 جرام ماء عادل ماء عادل نضيف نضيف حتى ينضيف الدقيق مع الخليط هذا هو القوام الذي يحصل عليه يعني كما تشوفوا معي القوام يكون هكا نازل نتصل و لا يتقطع يعني بهذه الطريقة التي تشوفوا معي أخواتي هنا حاولت ما نصرع عليكم الفيديو باش تشوفوا مزيان سوف مباشرة نخطيع عليه بالبلاستيك و ندخله المجمد و نخليه يلتاح 20 دقيقة أو لا 30 دقيقة فكونوا متأكدين كما تشوفوا خليط الميني كيك أو الكاب كيك يرتاح فكما تشوفوا على نتيجة أحسن و أفضل تجربوا أنكم تشوفوا الخليط يرتاح في المجمد 20 دقيقة أو لاحظة 30 دقيقة و اردوا على خبار كيف ستشوفوا على نتيجة مبهرة بعد خليط الخليط يرتاح في المجمد سوف ندخل هذه القوالب الميني كيك استعملوا أي نوع سوف ندخلهم بزبادة جيدة جيدة من جميع الجوانب أنا عندي هذا القوالب محلولين من الوسط بهذا الشكل سوف تشوفوا معي محلولين يعني مزول لهم هاد الإطار هذا كيجوا سهلين باش أننا نزولوا لكيك منهم بعد ما دهنتهم بالزبادة كاملين سوف ندخلهم كوكو إفلي او اللوز إفلي التي توفرتوا عليه أخواتي وإذا لم تريدون هذه الخطوة يمكن لكم الدهنهم غير بالزبادة وترشع لهم دقيق كي يبقى الاختيار سوف نستمر ندخلهم كلهم عفوان كوكو إفلي سوف نستعمل كوكو إفلي سوف ندخل منظر رائع بعد ما انتهيت نخرج الخليط من المجمد كيف قلت لكم خليته 20 دقيقة حتى 30 دقيقة هنتو ما شوفوا كيف يأتي الخليط بعد ما خليناها هرتاح كيف يلقى وانتقيل لكن اراه وخد شوفوا هكا تقيل ما غادش يجوكم دقصي نهائيا بالعكس أخواتي غادت حصلوا أعلى منيكي كلي يجو خفافه بحالة ليش أرطبين سوف نستمر سوف نعمرهم كاملين بالمعي القول لك تديروا الخليط في البوش يعني كتعمروا الجهد اللي غاد يعمر لكم القوالب وما تخافوش راه وخا تعمرهم ما غادش يفيدو لكم في الفران حيتاش خلينا الخليط يرتاح 30 دقيقة في المجمد كونوا هانين كالأكد ما غادش يفيدو لكم في الفران وخا تعمروا هاد القوالب انا هاتى الطريقة معتمدة عندي وكالحصل على نتيجة بالنسبة لطريقة الطياب نطيبوهم الطياب الكيك العادي نشعل الفرن حتى يسخن ندخلوهم ونقص على النار نطيبوهم على نار مهيلة العافية تكون غير من الأسفل حتى يطيبو عاد نشعلو عليهم من فوق يتحمرو من وجه ديالهم سوف نخرجوهم وقبل ما تدخلوهم الفران اخواتي خاصكم تضربو بهم هكا بهالطريقة فوق سطح العمل بهالطريقة اللي كندير باش ما يبقاش عندنا الفراغ خاوي في هاد القوالب صافي الان كندخلوهم كنديروهم هكا فاللاطة يالفون وكنخليوهم حتى كيتيبو وبصحاول راحة بعد ما طابو وتحمرو كنخرجوهم الان كنخليوهم حتى كي يبردو عادي مكليا الان نحيدو هاد القوالب بالنسبة لي كي قلت لكم عندي هاد القوالب اللي كي يكونوها كمحلولة من الوسط راحة بسرعة كنحيدوهم بهالطريقة يعني كناخد السيكين وكندوزو من هاد القناة ومن بعد كنحاول نزول هاد الايطار هكا صافي بنفس الطريقة غاد نستمر معهم كاملين ونطلقو مع الشكل النهائي ديالهم في طبق تقليم صافي اخواتي كيكون هادا هو الشكل المميز ديالهم كي يجيو اكثر من رائعين كننصحكم تجربوهم غاد يعجبوكم ويعجبوه حتى الوليدات اقتراح الفطور ولا القوتي كي يجيو اسفنجين خفاف ورطبين والمداق ديالهم ولا ارواع للداد بزاف فكنت منتبقو النصائح اللي اعطيتكم باش ينجحوا معاكم وكنت من الاقتراح ديال اليوم اينا الاعجابكم بين قوسين اخواتي بغيت نذكر نذكركم باللي عندي صفحة على الفيسبوك غاد نخلي لكم الرابط ديالها في اول تعليق وغاد نتبتم اللي بغاد تدخل عندي مرحبه والف مرحبه غاد نفرح بكم بزاف الاسعة توني فيها ودخلت لعندي وشكرا دائما اخواتي على الحسن المتابعة انتلقوا في وصفة القادمة باذن الله كانت معكم حبيبة مع السلامة اشتركوا في القناة